أزمة مالية خانقة تعيشها حكومة مصطفى الكاظمي مع تفاقم الخلافات بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية بعد محاولات الحكومة اللجوء إلى الاقتراض المالي من دون إيجاد الحلول المناسبة لإصلاح النظام الاقتصادي في العراق اللجنة المالية تسوغ تلك الخلافات بعد تقديم وزارة المالية ورقة الإصلاحات التي كانت شرطا للتصويت على قانون الاقتراض فقد أكد عضو اللجنة أحمد حمى رشيد أن العز المتراكم في الموازنة بلغ عشرة أضعاف المفترض والبارغ ثلاثة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي فقط مؤكدا أن القرض الداخلي بلغ خمسة عشر تريليون دينار وهي مبالغ أخذت كلها من احتياطيات البنك المركزي فاضلا عن الحاجة إلى خمسة عشر تريليون دينار أخرى في الأقل هذا وقال مدير العمليات المالية السابق في البنك المركزي محمود داغر إن الحكومة لم تفي بأي من وعودها فيما تعلق بالضرائب والمنافذ الحدودية مؤكدا أنها استنزفت الاقتراض السابق ولا تستطيع الاقتراض من صندوق النقد الدولي وأضاف أن الاحتياطية في البنك المركزي قد قل من نحو خمسة وستين مليار دولار إلى نحو ثمانية وخمسين مليار دولار بسبب الإنفاق في الأشهر الماضية وبالتالي فأي دين إضافي سيكون خطرا على احتياطيات العملة الصعبة خبراء أكدوا أن قيمة العز في موازنة عام 2020 تبلغ نحو ثمانية وستين مليار دولار أما الإرادات فلا تتعدى ستة وخمسين مليار دولار في حين بلغت نفقات العامة نحو مائة واربعة وعشرين مليار دولار وعلى الرغم من تعهدات الكاظمي زيادة إرادات الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل بحسم ملفات عدة منها المنافذ الحدودية فإن مراقبين يرون أن تصريحاته لم تثمر عن أي نتائج حقيقية مؤكدين أن نحو تسعين في المائة من الإرادات غير النفطية لم تصل إلى خزانة الدولة وما حصل لا يعد كونه تحركات شكلية لأنها تصطدم بنفوذ جماعات سياسية مسيطرة على موارد المال